السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم متابعين على قناتنا تقسى الفلة تحية طيب الجميع وتحية طيب الجميع متابعين عبر ثورة عبر الوطن السلام عليكم مشاهدنا كرام مرحبا بكم في هذه النشرة القوية جدا والنشرة الإندارية من المستوى أحمر تطورات جدا قوية وأمطار في نشرة إندارية خطيرة أخواني كرام قبل أخذ التواصيل لا تنسوا دعما نبلايك اشتركوا القناة تفعيل الجرس على الكل لكي تستفيدوا في النشرة القادمة 21 من شهر شتنبر يتوقع استمرار أمطار قوية على مناطق الداخلية الصحراوية وكذلك أقصى شمال المملكة تساقطت على سرد وكذلك أقصى شمال المملكة في فترة صباحية فقط مجرد بداية لهذه العواصف قوية تساقطات حاضرة على تطوان سبدة طنجاب والعرائش وكذلك وزان وإساغن وربما الحسيمة والدريوش والندور بركان ووجدة ستعرفوا بعد التساقطات المطارية الرعدية في الفترة الصباحية وبعرفة ومن المتوقع أن تمتد هذه الترابات الجوية إن شاء الله في الفترة المسائية بنشرة اندارية قوية بعد العديد من المناطق المملكة والمناطق المعنية بهذه التساقطات المطارية العاصفية والغزيرة فهي كالتالي إن شاء الله في توقع بعد الزوال استمرار هذه الترابات الجوية على مناطق السمر ومناطق الميم والزاق وأسع وقد تصل حتى طانطان والمسجد تساقطات مطارية على تفراوت تاطا وإغرم تاريوين تازناخت وزاقورا أكدز وكذلك تنغير تبانت أزلال وميدلت وكامدن وعمزميز وإمنجانوت وقد تصل حتى التاود وتساقطات حاضرة على إمنشيل وتنفيت وأسول والريش وميدلت أمطار مهمة إن شاء الله كذلك على مناطق خطة الحاج وإفران وفاس ومكناس الخميسات الروماني والماس وتازا وتال بإذن الله تساقطات مطرية محتملة على مناطق تريوش وأكنول وإيساقن وتطوان وطنجا وسبت الفنيد قوى العرائش وكذلك الحسيمة إن شاء الله وبركان وبجدة وجهة الشرقية إن شاء الله على عطف ستعرف تساقطات مطرية عاصفية ورادية كذلك على بعرفة وإقليم فيك تساقطات جد قوية محتملة في الفترة المسائية بالنسبة للفترة الليلية فيتوقع أن تصبح هذه الترابات جوية قوية على إقليم أوسرد والمناطق المجاورة والمناطق المعنية في الداخل وإقليم أوسرد إن شاء الله وبوشدور وتساقطات جد عاصفية والمناطق الداخلية الصحروية كذلك تساقطات مطرية محتملة بشكل عاصفي وقوي إن شاء الله على مناطق السمارة وكذلك مناطق طانطان وزاق ومناطق المعنية الصحوطات المطرية إن شاء الله على طاطا وإغرم وتفروت وتزنيت وتليوين ومزميز وأوكيمدن إمنتانوت وأقدر بوشيبة وتبانت وأغز وكذلك تنغير وقلميم وماتق الراشدية ومرزوقة وبعرفة وبونان وعنشير وبنسبة للتوقعات يوم الأحد سوف تصبح هذه الترابات جوية إن شاء الله جد قوية خصوصا على إقليم أو سرد وكذلك الداخل وربما تصرح التبراطق البجدور تساقطات جد قوية في الفترة الصباحية من يوم الأحد على مناطق التالية على طانطان وكذلك مناطق قلميم أوزاق وأس تساقطات على طاطا إن شاء الله وفو مزجد وزاقورة وتساقطات معتبرة وعاصفية وخلال فترة المسائية يتوقع استمرار الأجواء الغير مستقرة بشكل عاصفي وقوي على العديد من مناطق المملكة على الداخل وإقليم أوسرد إن شاء الله وصمارة تساقطات عاصفية وقوية كذلك متواصلة على مناطق طانطان أمطار قوية على كذلك أبركات إن شاء الله وكذلك قلميم وربما تصرح التساقطات إفني وتساقطات قوية على مناطق إغرم وتفراوت وأكز وورززات وزاقورة أوكيمدن أوزميز إمن تانوت وتبانت إن شاء الله وكذلك تنغير وقلميم والرشيدية والريش وقوراما وكذلك إن شاء الله بودنيب والريش بعرفة وإقليم في جيجا وتساقطات حاضرة على وجدة إن شاء الله وبركان وجرادة لكن بشكل ضعيف وساكة بالنسبة لتوقعات الفترة المسائية ربما تعرف بعض الأمطار الضعيف على وكيمدن أوزميز إمن تانوت والأمطار مزالت متمركزة بشكل قوي كذلك على قليم الجنوبية من كاب وخصوصا في الفترة المسائية على بوشدور والعديد من المناطق المملكة كما تشاهدون المناطق المعنية إن شاء الله فهي كالتالي أمطار حاضرة إن شاء الله على بوشدور بحول الله وكذلك الدخل أو سرد وقتص حتى العيون وأصمار تساقطات مطارية عاصفية إخواني كرام خلال أيام الأحد إن شاء الله بنسبة توقعات الأيام القادمة يتوقع بإذن الله كذلك يوم الأثنين أن تكون الأجواء على الشكل التالي ربما تعرف بعض استقرار وعبعد العواصف الرعدية المتوقعة على جنوب الشرق الملكة بنسبة توقعات الأيام القادمة لآخر تحديثات النماذج التقص العالمية تشري بعض الترابات الجوي أقصى الجنوب الملكة على القويرة وأوسرة قد تعرف بعض تساقط المطارية خلال أيام القادمة ربما تعرف بعض الترابات الجوية واقتراب منخفاض الجوي أطلسية من المملكة سنلقي نظرة على التوقعات كذلك تركمة الأمطار وبالنسبة لتركمة الأمطار قد تصل إلى 120 مليم إخواني كرام بين 40 وال120 مليم في بعض المناطق قد تكون قوية جدا بالنسبة النموذج الأمريكي خلال أيام القادمة فيشير كذلك الاحتمال لإقراب منخفاض الجوي أطلسية لكن مازلت توقع تسبيا بعيدة وقابلة للتغيير بالنسبة لتركمة الأمطار خلال هذه أيام إخواني كرام فقد تصل تركمة الأمطار قوية قد تصل على مناطق أفريكا لا أزيد من 120 مليم كتركمة للأمطار كما تشاهدون في خليل هذه الأيام القادمة التي سوف تشهد أمطار كما تشاهدون 150 مليم تشجر بمناطق أفريكا قلميم كذلك أخذ الحيطة والحضار على هذه المناطق في نشرة إدارية خطير أخواني كذلك عدد المناطق خصوصا بين أصبار وكذلك قلميم والمناطق تاطا إن شاء الله وأشت وأزاق فألمرج أخذ الحيطة والحضار على هذه المناطق مشاهدنا كرام تساقطات مطارية أقصى جنوب الملكة على الطنج المناطق الوجهة المتوسطية الجنوب الشرقي وكذلك المناطق الداخلة وبجدور أو سرد المناطق على طرف تساقطات مطارية تطابعة رعدية قوي إن شاء الله بحول الله الأيام القادمة لآخر تحديثات النماذج التقص العالمية مع احتمال إن شاء الله ليوم غد إن شاء الله بالنسبة للرياح أن تكون بعد الرياح النشطة على قليم الجنوب الملكة وبالنسبة للأيام القادمة يحتمل تعود الأجواء إلى استقرار بداية من يوم الاثنين إن شاء الله في نشرة خاصة فأترق فيديوهاتنا القادمة الخاصة بآخر تحديثات تحديثات إن شاء الله بالنسبة الحالة البحر فيتوقع بالنسبة لحالة البحر اليوم سيكون البحر يأتي إلى قليل هيجان قد يصل بين المتر ومتر والسعر والمناطق الوجه الأطلسية والوجه المتوسطي قد تصل إلى بين المتر والنصف كانت هذه النشرة مفصلة على آخر تحديثات نماذج التقص العالمية تحية طيب الجميع وإلى اللقاء